طيب دكتور محمد يعني نلاحظ بأنه صراع الانتخابي مشتد في تركيا لكن اللافت للنظر حرص طبعا الرئيس أردوغان يعني معروف بتوجهاته لكن المعارضة التركية التي كانت مثلا تهاجم العرب تهاجم السوريين الآن تقف أمام المساجد توزع مثلا الهدايا على المصلين بما فيهم من العرب والسوريين قبل هذه الانتخابات المرتقبة وهناك حرص شديد من قبل المعارضة التركية التي كانت تعد المواطنين قبل الانتخابات الرئيسية بأنها ستقوم بإنهاء وجود دورات تحفيظ القرآن الكريم على غرار مثل هذه العود والآن هي تتودد للمتدينين ولأصحاب التوجهات الإسلامية بماذا تعلق؟ تعليقي على هذا الأمر هو في نظري ليس خاصا بتركيا وإنما من يتابع أحوال العالم الآن فإن الأنظار متجهة إلى أن الإسلام يتقدم وأن الإسلام لغته الرسمية وهي اللغة العلمية حقيقة ورقم واحد وتعتبر لغة علمية من حيث العلم هي اللغة العربية فالمتابع يرى بأن الإسلام يتقدم وبناء عليه تتقدم لغته فتهميش للإسلام وللمسلمين وللغتهم العربية أمر لا يجدي منه نفعا وخصة أساسة هذا عالميا أما في تركيا فلا شك أن من يكون لديه عقل ويفهم الواقع فإن الإسلام عاد إلى تركيا بقوة وطالما يعود الإسلام فإن اللغة العربية تعود معه وبناء عليه إن الاعتداء والتهميش للجنس العربي أمر لا يخدم مصلحة أساسة إذن فالعقل ومن بينهم لعلهم تعقلوا الآن الحزب المعارض وفاهموا أن المسألة ليست كما يتوقعون وأن العداء للإسلام أو ربما للعربي أمر غير محمود لأن نتائجه لا تكون في صالح هذا الحزب إذن فبناء عليهم يتوددون الآن إلى المصلين بسبة عامة على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأيضا للعرب خاصة بعد أن أعلنوا سابقا أنهم سيرحلون السريين وأنهم لا يريدون العرب ولا يريدون اللغة العربية يبدو أنهم أدركوا أن ذلك هذا فيما يظهر خطأ فادح ولا يخدمهم في مصلحتهم والوصول إلى غايتهم